نجح فريق من الأطباء الصينيين في إجراء عملية جراحية عظمية لساق شابة عانت مرضا بكتيريا سبب لها إعاقة في المشي وتمكن الأطباء من تطويل ساق الشابة بنحو 23 سنتيمترا ما يعد إنجازا طبيا في مجال جراحة العظام وزراعتها الفتاة الصينية كانت تعاني التهابات بكتيرية خطيرة في طفولتها فأدت إلى تآكل عظام الساق وصغر حجم الركبة ما أعاقى حركتها لسنوات وبدأ العمل الجراحي لهذه الشابة على مدى سنتين وبمرحلتين علاجيتين بمعدل عمليتين جراحيتين في كل مرحلة الأولى لتمديد الساق والثانية لتبديل مفصل الركبة والفخذ ينضم إلينا من دبي استشار جراحة العظام والمفاصل الدكتور مع الطبع أهلا دكتور بالفعل موضوع تطويل العظام موضوع قديم حديث لكن الأحدث الآن تطويل العظام لأربع إنشات أو تسع إنشات هل هذا ممكن؟ 23 سنتيمتر مثلا؟ الحقيقة هذا الموضوع مثل ما قلت قديم حديث واليوم صار عنا معرفة أكثر من السابق بهالمجال وعننا أدوات ومثبتات خارجية ودوائر تتيح لنا نستطيع أن نخدم مرضانا عندهم مشاكل سواء تشوهات ولادية أو تشوهات مكتسبة أو أذيات مع بعض ربضية بحيث أنها تقصر الأطراف سواء العلوية أو حتى السفلية يعني اليدين والقدمين؟ حتى اليدين والآن سأعطيكي مثال عن هذا بالنسبة للطفلة الصينية بسبب الإنتاني اللي صار معها وهي طفلة تخربت غضاريف النمو عندها وتخرب مفصل الورك وتخرب مفصل الركبة فكان الحقيقة فيهم تحديات على عدة مستويات من ناحية مساواة الطرفين الأيمن والأيسر كالطول وبعدها تبديل المفاصل في الورك وتبديل المفصل الركبة لتستطيع أن تمشي فالحقيقة هون جهد رائع قاموا في الزملاء الصينيين لأنه في ثلاث تحديات مفصلين ذائد استعادة طول الفخز طبعا تطويل الأطراف مبدأه عبارة عن إما مسبتات خارجية أو حتى سفوت داخل الفخز يهيمن على عدم دوران الفخز أثناء التطويل وحجم التطويل هو يتراوح بين ميلي متر باليوم لحد يعني بمعدل شهري ثلاثة سنتيمتر ماكسيموم كتطويل أعظمي لكن يفضل أنه ما يطول الطرف أكثر من سانتي بالشهر لسماح للنسج الرخوي الأخرى كالأعصاب والشريين والأوردة والجلد والأربطة أن تتمطط بهذه السرعة اللي هي سنتيمتر في الشهر طيب دكتور معني كان هناك اعتقاد قديم خاطئ أن الأنسجة العظمية لا تتمدد ولا تطول دعنا نقول حتى الأنسجة الأوعية هذا الاعتقاد بددته مثل هذه الجراحات لكن الحد الأعلى لتطويل الساقين كم سانتي يستطيع الطبيب الجراح تطويل الساقين؟ الحقيقة الجواب على هذا السؤال صعب جدا ويخضع لخبرة ورؤية الجراح بكل حالة فدائما نقيص قدرتنا على التطويل بالحد الذي يتحمل المريض أو المريضة من حيث الألم من حيث المظاهر العصبية من حيث المظاهر الوعائية فنحن مثلا نسعى مثلا أعطيكي مثال في مستشفى اللي اتدربت فيه أنا كان عنا طفلة عندها قزامة كان طولها 117 سانتي وأطراف العلوية كمان قصيرة فهي بدأت تشتغل حلاءة والرخصة الحلاقة للنساء أقلها 130 سانتي فطولناها لحد 133 سانتي طولنا الطرفين العلويين الطرفين السفليين الزنبوب الفخز فاضطرنا أن نستعمل الحد الأقصى لتطويل الفخز والزنبوب يعني الفيمر والتيبيا والعضد والزراعين لحتى تجانس شكل جسمها ونستطيع أن نطول 16 سانتي بالحالة من 117 إلى 133 هذا كان الحد الأقصى في هذه الحالة فالحد الأقصى يرسمه عدم ظهور مظاهر عصبية بمعنى تأثر تمطيط العصب بحيث أنه تسيل مهمته أو ظهور مظاهر وعائية شريانية أو وريدية زائد قدرة العظم على التمطيط وهي الحقيقة هو الأسهل شيء للعظم طيب دكتور معاً كنا نسمع عن طرق عديدة في هذا المجال خصوصاً طريقة أليزاروف التي اشتهرت في الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى الآن تطبق لكن كم تم إضافة تقنيات عليها مثل الأجهزة والحلقات والأسلاك ما الجديد في هذه التقنية في هذه الطريقة الجراحية صحيح أليزاروف الحقيقة هو مبدع في هذا المجال في علاجات كثيرة وليس فقط تطويل الأطراف بل علاجات الإنتانات وعدم الانتحام العظم إلى تطبيقات هائلة فاليوم في عنا شيء مثلاً أحد الأجهزة الجديدة وليست جديدة كتير بس سبقت إليزاروف تيلر فريم تيلر سبيشل فريم هذا يستطيع الجراح أن يبرمجه على سوفتوير على برنامج على الكمبيوتر بحيث أنه من ناحية تطويل أو تصحيح الدوران الزاوي أو تصحيح التشوهات نستطيع نطول من الزوايا لكل سفود يدخل في العظم فيعطينا قدرة على التخيل باستمرار شكل العظم النهائي والانحرافات التي تتحصل أثناء التطويل لأنه عندما نقوم بالتطويل يميل العظم للانحراف ونحن بدنا نخليه بوضع قويم فالكمبيوتر والمؤشرات الموجودة على الجهاز دكتور معل بشكل مختصر لو سمحت هل هذه العملية مؤلمة وتختلف مثلا مدتها من شخص إلى آخر من حالة إلى أخرى من فتاة إلى شاب مثلا الحقيقة بشكل عام هذه العملية نعم هي مؤلمة وهناك 33% من نسبة المضاعفات يعني في عنا مضاعفات على مستوى الجلد على مستوى العظام على مستوى المفاصل على مستوى الغضاري في النمو على كثير من المستويات وهي مؤلمة بالفعل وتؤرق المريض عند النوم يعني ممكن تدوم لعملية تطويل ستة إلى تسع أشهر فالمرضى الحقيقة يعني لازم يكونوا كثير مندفعين لقبول هذه العملية وأنا أفضل أن لا يفكر أحد بالتطويل لمجرد التطويل وإنما يجب أن يكون هناك مبرر كافي لتحمل تبعات ومضاعفات هذه التقنية الحديثانية إذن من دبي استشاري جراحة العظام والمفاصل دكتور معن الطبع شكرا جزيلا لك دكتور معن شكرا جزيلا لك